السلام عليكم اليوم عن المعية الإلهية لأهل البلاء المعية الإلهية أن الله معك خصوصا لمن يعودون المرضى أو يساعدون المحتاجين الجائعين والعطشانين جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيمة يا ابن آدم مردت فلم تعودني قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أما علمت أنك أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال حال من أحوال من أحوال البعث والنشور خصوصا ما يجري من كلام بين الله تعالى خالق الأرض والسماوات وبين عباده ساعة الحساب لا إله إلا الله هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى سوف يكلم كل واحد منا كلاما خاصا طويلا وعريضا هل هيئت نفسك لهذا اللقاء وكيف سوف يكون كلام الله معك هل سيكون بالعتاب هل سيكون بالحساب أم سيكون كلام الله معك بالثناء وبالمدح وبالفخر والاعتزاز المقصود من هذا الحديث هو تذكير المؤمنين والمؤمنات وتنبيه الغافلين والغافلات وتحذير المقصرين والمقصرات في أداء الحقوق لإخوانهم في هذه الدنيا لا شك أن ذلك اللقاء مع الله سبحانه وتعالى كل من أدى الحقوق والواجبات للمسلمين كزيارة المريض وإطعام المسكين ونصرة المظلوم سيكون سيكون دلك اليوم يوم عزة يوم فخار يوم فرح وسرور ونصر يوم الجائزة يوم الفوز لكن من ضيع هذه الحقوق حقوق المريض وحقوق المسكين وحقوق المظلوم سيكون عليه حسرة لأنه أعرض عن أداء ما عليه من حقوق فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتأمل في مضامين هذا الحديث النبوي الشريف ربنا عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مردت فلم تعدني المقصود أن الله تعالى أراد به مرض العبد وإنما أضاف ذلك إلى نفسه تشريفا لذلك العبد لأن قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين أي المرض إنما يكون للبشر للإنسان المريض العاجز الناقص أما أنت رب العالمين فأنت القوي أنت القاهر فوق عبادك أنت الملك أنت مالك الملوك كيف لي أن أعودك يا رب ما يمكن العقل لا يقبل أن الله يمرد ولكن الله تعالى أضاف ذلك لنفسه تشريفا للعبد المريض فقال له أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده فالله رب العالمين يستحيل عليه المرض لأن المرض صفة نقص والله تعالى منزه عن كل نقص فالمراد بالمرد مرض العبد الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المدتر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء وهذا ما يسمي بالمعية الله معك أيها المريض أيها الشاعر بالألم وبالكرب والحرج هل تعلم أن الله معك الله تعالى عند هذا المريض ومعه يحفظه بحفظه ويكلأه بلطفه فتصور أنك أيها المسلم إذا أعدت أخاك المريض ستجد بأن الله عنده لما تدخل إليه إلى البيت أو إلى المستشفى ستجد الله تعالى معه هذا ما يسمى بالعندية والمعية الله عند المريض الله مع المريض طبعا هذه العندية والمعية ليست عندية الدات ولا معية الدات طبعا العلماء قالوا معه بعلمه وبرحمته وبلطفه ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك يا سبحان الله يا لعظمة كرم الخالق عز وجل وعظيم عطائه هل هناك حظ وتشجيع على عيادة المريض كهذا التشجيع الله تعالى يقول للمقصرين في حق إخوانهم الذين أقعدهم المرض أما علمت لو أنك عدته لو وجدتني عنده ما شاء الله وجود يليق بعظمة الله وكماله وجود تكريم ووجود بركة ويكون دعاء المريض مقبول ورجاءه متحقق الله تعالى أول الزائرين لما يمرض الإنسان وينتظر زيارة الأحباب أول الزائرين هو الله سبحانه وتعالى لأنه أحب أحب للخلق أجمعين الله تعالى أول الزائرين ولن يكون سبحانه أول المغادرين أبداً فهو جلاله لا يغادر أحباءه بل يلازمهم لأنهم في معيته ومعلوم أن العبد في الرخاء يعيش مع النعمة لكنه في البلاء يعيش مع المنعم لا إله إلا الله أذكر هذه الفكرة أيها الأحباب الكرام العبد في الرخاء إذا كان سليم معافى صحيح عنده المال وعنده الصحة وعنده الخير هذا يعيش في نعم الله لكنه في حال البلاء وفي حال الكرب والشدة إنه يعيش مع المنعم سبحانه وتعالى يعيش مع الله جل علاه يعيش في قلبه وصدره ويعيش معه في بيته وفي محيطه حتى كان السلف الصالح من أبناء هذه الأمة المكرمة كانوا يفرحون لما يصيبهم البلاء يقولون ذهبت عنا النعمة وحاضر عندنا المنعم وإذا رأوا أهل البلاء قالوا لهم ادعوا الله لنا فأنتم معكم المنعم أما نحن فمنعنا النعمة سبحان الله المريض رغم ضعفه وعجزه وقلة حيلته يتميز على الأصحاء الذين لم يقع به بلاء في أن شفاعته عند الله مقبولة وصحبته مباركة وهداياه وعطاياهم ليست مقطوعة ولا ممنوعة المريض عنده الشفاعة الصحبة مباركة وحينما تزوره يعطيك الله تعالى من الخير ما الله به عليم سيّبنا النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال بأن المريض لما تتم زيارته يكلف الله تعالى سبعون ألف ملك يصلون على الزائر تصور تصور هذه النعمة سبعون ألف ملك يصلون على الزائر قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلماً غدوةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشيةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وهذا حديث صحيح رواه الإمام الترميدي فالمسلم في عيادته للمريض لا يجب أن يجد في نفسه تبرماً أو تدجراً أو ثقلاً وإنما ليعلم بأنه سوف يذهب عند المريض وعليه أن يشعر بالانتعاش الروحي وأنه مستمتع بهذه النعمة ويشعر بنشوة نفسية عامرة أنه سوف يلقى الله هناك وسوف يصلي عليه سبعون ألف ملك فالمريض يحس في ساعة الشدة والكرب أنه ليس وحده وأن عواطف المعيدين من حوله ودعواتهم تغمره وتخفف من بلواه هذه يعدة المريض أيها الأحباب الكرام أرسق واعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها واجباً وحقاً لكل مسلم ومسلمة وإن قصر في ذلك أو أغفل فهو آثم مفرط ثم يقول رب العزة في هذا المقام من مقامات يوم القيامة ومن مشاهد البعث والنشور يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل أما علمت أنك لو استطعمت عبدي فلان لوجدتني لوجدتني عنده لا إله إلا الله ما معنى يا ابن آدم استطعمتك أي طلبت منك الطعام طلبت منك الصدقة فلم تعطني شيء فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين والحال أنك يا رب أنت تطعم الخلق وأنت لا تطعم أنت غني وقوي وإنما العاجز هو الذي يحتاج للإنفاق لكن الله تعالى قل له لو أنك أطعمت عبدي فلان لوجدتني عنده يعني تواب الإطعام سيعطيهك الله تعالى في الحال ونحن في زمن الكورونا عندنا عدة عوائل وعدة أسر تعاني من ظروف صعبة نتيجة الحجر الصحي ثلاث أشهر متواصلة هناك عائلات وهناك أسر تعيش في ضواحي المدن وفي القرى وفي المدن العتيقة وفي أماكن مختلفة شتى لا تكد تجيد الطعام إن سألتها ما هي حقوق الإنسان قد قل لك لا أفكر في حقوق الإنسان أفكر فقط في حقوق البطن أريد قشرة خبز أريد شربة ماء هناك أناس يعيشون الفقر المدقع وعلينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن ننتبه إلى هذه الحالة والغني منا يعطي لأخيه الضعيف والنحرس على أن نوسع العطاء على الآخرين حينما نعطي للآخرين ليس المعنى أننا نعطي حقيقة وإنما في الأصل نعطي لله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب العبد المؤمن إذا وضع وضع مساعدة للفقير فكأنما يضعها في كف الرحمن قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وقال بأن العبد حينما يضع الصدق في يد المسكين فإنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل فعلينا أيها الأحباب الكرام أن لا نتوقف في رمضان المكرم مغربنا العزيز شهد عملية تضامن وتكافل واسعة الكثير من الناس قاموا بأعمال جيدة الدولة قامت بمجهود جبار عن طريق صندوق تدبير جائحة كورونا وأعطت مساعدات لحوالي خمسة مليون أسرة كلها توصلت بمساعدات لكي تعيش وأهل الخير وجمعية المجتمع المدني وأهل الفضل قاموا بجهود كبيرة في توزيع قفة في رمضان وعمل خير على الجميع لكن لا ينبغي أن هذه المبادرات الحسنة تتوقف الآن ونحن ما زلنا نعاني من ويلات هذا المرض المخيف لهذا علينا أن نستمر في توزيع المعونات وتوزيع العطاءات وكل من كان جائعا ولا يجد الطعام وكل من قال لك أطعمني اعلم بأن رب العزة يقول يا ابن آدم استطعمتك أي طلبت منك الطعام فلم تطعمني أما علمت أنك لو أطعمت فلان لو وجدتني عنده فالينا أن نسرع في العطاء ثم يقول رب العزة يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني أي طلبت منك السقاء طلبت منك أن تروي عطشي فيقول العبد يوم القيام يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين أنت مربي الغير وأنت عندك الخير كله فكيف أسقيك فيقول رب العزة وجل أما علمت أنك لو سقيت عبدي لو وجدت ذلك عندي الماء من أكبر النعم لا يعرف قيمته إلا من أصيب بالجفاف هناك أماكن بسبب الجفاف وندرة نزول الأمطار هناك جهات من بلادنا تعاني الجفاف الشديد ما عندها لا زراعة ولا فلاحة حتى البهائم عجفاء تحتاج إلى سقي الماء فهذه الفئات تحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى تقديم الدعم أذكر ويوما عانيت من العطش الشديد هل سبق لأحد منكم أيها الأحباب أن عانى من العطش الشديد الحمد لله الخير الله موجود وبلادنا المغرب بفضل سياسة السدود التي أرسى دعائمها المالك الراحل المشمول برحمة الله الحسن ثاني طيب الله تراه دلنا واحد سياسة رائدة فصيرنا الحمد لله ننعم بالماء في كل وقت وحين بفضل سياسة السدود لكن هناك دول أخرى ما عندهم الماء أذكر مرة كنا في البقاء المقدسة وكنا في مينا والجو حار داشت حرارة أقصت تقريبا إلى حوالي سبعة وأربعين إلى خمسين حرارة مفرطة كأنها نار والناس باكتداد حوالي ثلاث ملايين نسمة من العالم بأسره الهند والصين وأوروبا وإفريقيا والعالم العربي والأسيويين كلهم مكتدين في رقعة واحدة رقعة مينا وقع كسر في أحد البراجات تعلماء هناك في المملكة العربية السعودية وأغلقوا البراج غيرتما يتم إصلاحه فانقطع الماء عن الناس في يوم مينا يوم التروية لم يكن هناك ماء الناس يبحثون عن جرعة ماء لا يكادون يجدونها طبعا وقت الوضوء نتيمم الغسل ما في غسل ما في استحمام كل همنا هو شربة ماء وكنا نبحث عن قطرات ماء لا نكاد نجدها واستمر تقريبا طيلة اليوم حتى المساء عاد تم إطلاق أنابي بالمياه بعض الناس استنكروا وأراد بعضهم أن يقيم وقف احتجاجية لسوء التدبير لما وقع سألني أحدهم قال لما رأيك فيما وقع قلت له أنا لا أرى سوء التدبير وإنما أراد هذا امتحان أراد الله عز وجل أن يمتحن نحن في مشهد من مشاهد الدنيا شبير بمشهد من مشاهد يوم القيامة لأن يوم القيامة سيكون مثل هذا المشهد الناس يبعثون في أرض خلاء ويكونون مكتبين حفاتا عراتا غرلا غير مختنين احنا ما زال مستروين بالإحرام لبس الإحرام أما هناك فالجفاف المطلق والناس حفاتا عرات والعرق يتصبب من الجبين ومن من يغمره العرق إلى أخمص قدميه منهم من يصل إليه العرق إلى ركبته منهم من يصل إليه العرق إلى صدره منهم من يملأه الغرق حتى قال الشاعر افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح يعني العرق الشديد والعياد بالله إلى أن يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقف على الحوض وهناك سوف يسقي أمته أمة لا إله إلا الله يسقيهم من حوض الكوتر ربنا أعطاه حوض كل من صلى عليه يستحق أن يشرب من ماء الحوض حوض النبي الكريم ومن شرب منه جرعة ماء لا يضمأ بعدها أبدا فنحن الآن في الدنيا هناك فئات من الناس يعيشون جفافا وندرة في المياء وكل من طلب منك المساعدة للماء اعطهي لا تبخل يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي يا سبحان الله ربنا يقول دوما في هذا الحديث القدسي لو وجدتني عنده ما معناها العلماء قالوا هو قد يكون بالمعية وبالعندية عندي لو وجدتني عنده العندية وجدتني معه المعية منهم من قال بجسده بعض المتصوفة قالوا بجسده سبحانه أنه سبحانه وتعالى يقع في كل مكان لكن أهل العلم قالوا هذا التصور يوقعنا في الحلول والذي وقع فيه النصارى حلول اللهوت في النسوت لكن المقصود هو أن أن تجد الله تعالى معك بعلمه وكرمه ولطفه كقول الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالله تعالى موجود في كل مكان ومع الناس كلهم كيف ذلك هل يعقل أن يكون الله تعالى معي هنا وهناك في تلك القارة وتلك القارة ومع هؤلاء أي نعم لأنه مقام الألوهية هذا حضور يليق بكماله وصفاته فهو سبحانه ليس كمثله شيء ليدا قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل ما معنى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول فالله تعالى سمع وبصر وللإنسان سمع وبصر فهل سمع الله وبصره كسمع الإنسان وبصره حاشا تعالى الله عندلك علوا كبير الله تعالى يضيف هذا الأمر إلى نفسه للترغيب وللحتي على العمل كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا هل الله تعالى بحاشا لكي نقرضه مثل الفوه هل الله تعالى محتاج إلى القرد إنه طبعا ليس بحاشا لكن هذا من باب الترغيب والتشويق ولحتى للإنفاق وعلى هذا يحمل قول الله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه وهو كتي في القرآن الكريم منهم من حمله على الحقيقة ومنهم من حمله على المجاز وليس هذا هو أمرنا وهو المقصود من الحديث وهو المصارع في الخيرات وهو أن نسارع جميعا في فعل الخير وواجب على كل مسلم أن يعود المريض وأن يطعم الجائع ويفك العاني قام قال صلى الله عليه وسلم في رمواه الإمام البخاري ومسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني فما أعظمها من أعمال طيبة جليلة لما يقوم بها المسلم اتجاه إخوته المستضعفين الناس ينظرون فقط إلى العمل الصالح لكن الذي ينبغي أن لن نغفل عنه هو أن حضرة رب العالمين نكون فيها يكون العبد صاحب المبادرة للخير هو في حضرة رب العزة يشهد عمله الجليل ويثيبه عليه بالتواب والجزيل فهذا الحديث النبوي الشريف يحمل في طياته قيم التواصل والتراحم والتعاطف والتوادد والتكافل بين العباد علينا أن نسرع للقيام بالواجب نجبر كسر خاطر المظلوم ونعين المريض ونكفكف عبرة المحزون ليس مهما أن تكون العبادة كثيرة ليس دائما الناس يضلون التقرب إلى الله بأعمال كثيرة فيها مشقة ليس دائما قد يكون قليل دائم خير من كثير منقطع درهم واحد سبق مائة ألف درهم شربة ماء على ضمأ تقدمها إلى كلب عتشان يغفر بها الله تعالى لبغي إن مطت غصب شوك عن الطريق حتى لا يتأدى بها الناس الله تعالى يشكر ذلك الرجل الذي قام بيد العمل وشكر صانعه هذا أن تكف أداك عن الناس هذا به صدقة فكلها خيرات تسجل في موازين الحسنات يوم القيامة أيها الأحباب الكرام نحن ما زلنا نعيش في زمن الكورونا نعيش زمانا تتوالى فيه حاجات الناس المرضى والفقراء والمحتاجين وصرخات الثكالة وعلينا أن نتعاون فيما بيننا ونمد إخواننا بالعطاء وكلما أعطينا أي شيء فإنما نعطيه لأنفسنا وكلما نزرناه من المرضى فإنما نجد الله عنده المقصود من هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أن نفقها بأن الدنيا هي فانية والآخرة باقية الدنيا هي دار عمل والآخرة هي دار حساب وجزاء إذا مات العبد سيتمنى يومها لو رده الله تعالى إلى الدنيا فيطعم جائعا ولو بتمرة ولو بشطرها ويسقي عطشانا ولو شربة ماء أو نصف الشربة سيتمنى لو أنه استسقاه ولو بقطرات وكل هذا لا ينقص من أجل الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب الكرم ويكفي أننا حينما نزور المريض نجد الله عنده والله معه وبدالك ربنا سبحانه وتعالى سوف يكلأنا برحمته وعفوه ويأمر سبعون ألف ملك يأمرهم بأن يصلي علينا فهل عندك رغب أيها العبد المؤمن أن تزور مريضا أو محتاجا تقدم له مساعدة وهناك ستجد الله عنده الصالحون وأولياء الله كانوا يقولوا نحن لا ننتظر يوم القيامة والبعث والنشور حتى نجد الله ونلقى الله ونكلم الله الله هنا معنا الآن في الحياة الدنيا في كل عمل صالح في إطعام جائع أو إسقاء عتشان أو زيارة مريض أو تقديم مساعدة نجد الله هناك ومن رأى الله هناك سوف يتجلى له بأوصافه وكماله ونوره فقولوا جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة